اشتركوا في القناة خالية من التهديدات الالكترونية جهود متواصلة تقوم عليها هيئة المعلومات والحكومات الالكترونية تتولى من خلالها العمل على تعزيز المستوى الامني للبنى التحتية والانظمة والخدمات الالكترونية في القطاع الحكومي اليوم كان اجتماع الخامس صورة المعلومات الهدف مننا أن نعرفه بمشروع مرغبة الامنية المركزي اللي بيخدمنا ان شاء الله حق كشف الاختراقات بطريقة أسرع وأتمتاتها في الاستجابة وسرعة الاستجابة حق تقليل خطر الاختراقات الحاصلة اللي صارت من سيئة فعالية صقور أمن المعلومات هذه المرة السنة الخامسة على التوالي أحضرها شارك فيها نستفيد فيها بشكل كبير في الاطلاع على المستجدات المتعلقة في أمن المعلومات ومشاركة الخبرات مع باقي الجهات الحكومية في لقائهم الخامس استعرضت الهيئة مشروع النظام المراقبة الامنية المركزية لكافة العمليات التي يتم تنفيذها عبر الأنظمة والبرامج في الشبكة الحكومية هذه اللقاءات اللي قاعدة تصير بشكل دوري تساعد أن يزيد الوعي عند المدراء نظم المعلومات وأيضا ننقل بدورنا كل الاتفاقيات اللي نتوصل عليها نتوصل بها هنا في هذه اللقاءات إلى الفرق العاملة عندنا في الوزارة المراحل اللي مرت كانت مراحل تهيئة ومراحل نشوف شنو الاحتياجات بيننا وبين الفريق المسؤول في الهيئة بحيث أن نكون نحن مستعدين لأي هجمات قد تتعرضها الجهات الحكومية ونحن ما يخفي علينا يعني اليوم المنطقة مستهدفة من جميع من الجهات الخارجية والهجمات للأسف تكون ممنهجة تأتي مبادرة صغور أمن المعلومات لتؤكد على حرص الهيئة على توفير بيئة آمنات وخلية من التهديدات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية اجتماع دوري يتولى استعراض آخر المستجدات في مجال الأمن السبراني لتطبيق سياسة أمن المعلومات لدى المؤسسات الحكومية وفق أحدث طرق الحماية في هذا المجال خولة لغرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين 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 اشتركوا في القناة